يوجه منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم نظيره الأسباكية في السادسة من مساء اليوم ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بأولمبياد فريس 2024 ويسعى المنتخب الوطني الأولمبي لتحقيق الفوز وتحسين مركزه في المجموعة بعد تعادله السلبي في الجولة الأولى أمام جمهورية دومينيكان اختتم منتخب مصر الأولمبي تدريباته في مدينة نانت الفرنسية استعدادا لموجهة أسباكستان ضمن منافسات أولمبيات باريس لكرة القدم 2024 تقام مباراة مصر أسباكستان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 شارك في تدريبات الفراعنة كل اللاعبين بمن فيهم أحمد نبيل كوكا والذي أنهى برنامجه التأهلي وأصبح جاهزا للمشاركة طبقا لرؤية رجيرو ميكان المدير الفني من الناحية الفنية ظهر الحماس والجدية والإصرار على كل اللاعبين خلال التدريبات وذلك وفقا للصفحة الرسمية لاتحاد القرى كان منتخب مصر الأولمبي قد تعادل مع الدومينيكان بدون أهداف في الجولة الأولى لدور المجموعات بأولمبيات باريس 2024 ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط يلي هذا المنتخب منتخب مصر والدومينيكان برصيد نقطة واحدة لكل منهما وأخيرا أسباكستان بدون رصيد من النقاط